مرحبا خير سيدة فاطمة مرحبا بيك عايش بك راو في بالشراء وورينا طبعا في اللارش كيما نقوله بلغة الكاميرا هاو أمامنا لإبداعات متاعك شنية هالمنتجات هذي والأكيد أنه عنده علاقة بالقروان وجو القروان وفن القروان وحيرف القروان الحيك هذين بتاع القروان الحيك تتعمل مصوف مصوف وعنا رجال تخدم بالنور نعم ولله الله محمد رسول الله ومعنى كان الحيك نتلحفوا بيها فقط هذا الشي حابت نعرف هذين كله أساسوا المنتجات والأبداعات هذين اللي راو فيها لكلها أصلها حيك أصلها حيك من شوجة بالنور نعم من لول كان الحيك اللي نعرفوه نتلففوا بيه يعني كما السفسيري في مختلف جهات الجمهورية ولا المنديل ولا غيره طوى اخذينا الحيك وش عملنا بيه؟ عملنا به دي شرب شربات عملنا به البرنوس تلبسوا العروسة في الزدق نعم عملنا به هكا جيليات وكاب بالكبيوش هذيك وبوشيت زيدة متروزة باليد نعم عملنا به شربات بأنواحها بالتل باللعقيق زيدة العقيق زيدة دخلنا فيه دي شرب ولا شربة كما يقولوا جدودنا دي شرب نعم وعملناهم زيدة بالتربوشة بالكبيوش ايه وعملنا جبايب جبايب هكا ودي شرب هكا معاهم حبيت أسئلك نعرفو إلي الحيك في العادة أبيض ولا مستبيض الألوان هذية كيفش جات سيدة فرد؟ بالصبغة بالصبغة يصبغوهم نعم هذية الكل جديدة ما عندش برشة الحكاية من لي والتي ابتداء من الحيك نعملوا الابتكارات المتنوعة والمختلفة عنده مديدة تقريبا تقريبا نعم في الثلاثين سنة الثلاثين سنة أربعين نكيكة أما طوى وقع تطور وتنويع في التريزة في التريزة وفي الأشكال في أي لبسة معناها زيدة والطفلة الصغيرة تنجم تلبس الحمام ولينات بركة معناها أنت الحمام لكل لبسة تقليدية لكلهم بالحيك أنا اللي حب فرد لون بركة واللي حب متنوع فما في كتبين صديق زيدة تلبس العروسة لبرنوس الأكيد أنه نشأتك في القيروين لها علاقة كبيرة برشة بهالابداعات اللي نشوفه فيها كيفش بديت سيدة فات على فكرة أنا عيلة أمي دار المجدود هما الأول أول ناس عملوا الحيك نعم أي أول ناس ويعيلة أمي دار أخوال أمي ولاد عمها ولاد خالتها كلهم في الحيك وفي العبانة فهمتني وبعد ما شاء الله علموا زيدة أجيال والناس الكل تتخدم فيها أنت من الأجيال اللي تعلمت وعملت مشروعك الخاص هكا أنا بديت صغيرة لحقيقة في المشروع بحكم أمي يرحمها عندها الماكينة تبارك الله عندها زيدة عندي أخوتي عندي أخوالي معناها في الحيك وفي الكل تلقني وأنا صغيرة نفصل ونعمله تعلمت المرأة لولا أنت بيتك هكذا لبسة أي هكذا لبسة تنسيها حلوة حلوة وهكذا محلولة معناها يلبسها هذي الراجل والمرأة نعم مش كننسيكها وتتلبس مهم جدا التنوع هذا حبيت نسلك الأمور مسهلة ميأسرة في الإنتاج في الصنع في المواد الأولية في الترويج وإلا فما أشكاليات فرصة بشنا ترفعها فما الأشكاليات كيفاشا فما المواد الأولية غلات برش غلات برشة برش مش كي مقبل كي ما توا توا ترقدتكم كل كسل عغلات الخيط غلاء كذب كي ما كل شي معناه غلاء المواد الأولية في الترويج فمااش أشكاليات فمااش صعوبات فمااش في الترويج والله إحنا طوال مدين نستنعوا في المعرض مثلا وقت يش يجي في معرض ذكرم كذب ماذا بينا نروج وماذا بينا تطلع سلعتنا لبرة ماذا بينا فمت وفما تشغيل فما شباب مقبل على الفن والحرفة هذه فما اللي يحب وفما اللي يقول لك لنا نخدم وظيفة خير وفما اللي يحب مغروم بغراء عنا مجموعة من الصور فمااش كون معاك طبعا في مشروعك فما بتبع تقريبا قدش تشغل من عنصر لا يا كيكة خمس عباد أكثر وفي فقارة أي ديما معاك ديما معاك معناها المشروع مش في طريق ونجح فمش دعم فمش تجيع من الديوان من الصلات الجهوية ومو تجيع من الديوان كونك المعارض لحقيقة المعارض ما هي المعارض اللي سنويا تقريبا نشارك فيها سيدة فاطمة نشارك في معارض الكرام ديما هذا كم شيء معروف وكي تويتي هكا في بلاسة مثلا في سوسة في تبارقة في عدة بلايس في عدة أماكن نشوفه بخلاف اللي موجود في الستوديو فما ألوان جديدة أيضا وابتكارات أخرى وكلها أساسها من الحاي كلها من الحاي نعم والحاجة اللي ربما برشانيس ما يعرفوش هذي أمامنا شنية سيدة فاطمة كنتوا سفهلنا هذي جبه تونسية جبه تونسية جبه تونسية جبه تونسية هذي من ابتكاراتك من ابتكاراتك وأصل النسيج امتحها حايك أيضا نعم فما الحايك وفما زدق نعم فما برش عبيد ميحبوش حايك يقولك كل نعم له ستاة معناها أنتي والطلب فمت أما الأكثرية نعم الحايك على ذكر الطلب فما طلب على الابتكارات هذه على المنتج فما موجود فما على طيلة العام ولا موسمي ما يهتموش يتاوت برك الله عليهم الكل ولا يفهم ولا يحب الصناعة التقليدية فمت على طيلة العام قتلك الطلب ولا موسمي 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 لكثرية موسمي وقتش مثلا فربية في أوقات الصلاع وقتل عروسيت وقتل فمت نعم وكي يعني شاركوا في المعارضة ذي حقق إضافة إيجابية للمبتكر بتباعة ميلة نعم تتعرف على كليونت تتوليوا معنى هدي ما يعملوا عندك يوليوا سيركمونت بالتليفون حضر لي كذير نبعث فمت بنسبة للتصدير للخارج ما فماشي لا حقيقة اللهم كليون يهز من عندي للخارج فمت آخر سؤال سيدة فاتمة المعرض شنية أموره سنة اللهي هنا مازلنا يربي العمل عليك البارح في دينا إن شاء الله إن شاء الله جاي هو الحاجة الباقي أنه يتزامن مع العطلة المترسية ربما هدي يكثف في الأقبال أي لحقيقة كيك نعم إن شاء الله إن شاء الله رب يجيب القاسم للناس الكل إن شاء الله إن شاء الله لتخيب من قاسد إن شاء الله يعطيك صحة شكرا لك على هذه الابتكارات والابداعات التقليدية القيروانية الأسيلة اللي أسسها الحيك بتنوعات جميلة ومختلفة نسائية ورجالية تحياتنا لك وللحرفين الكل من خلالك سيدة فاتمة السيد